اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء اكد ان مملكة البحرين تواصل السعي بخطا ثابتة نحو ترسيخ نموذجها التنموية الذي يستند على الكوادر الوطنية وتقاتهم الابداعية في تحقيق التميز والانجاز مشيرا الى ان المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مستمرة في نهجها الطموح نحو تعزيز موقعها الريادي كبيئة جاذبة للاستثمارات العالمية واكد سموه التزام مملكة البحرين ببذل المزيد من الجهود لضمان استدامة مسارات التنمية الاقتصادية بما يسهم في خلق الفرص الوعدة وتعزيز تنافسية البحرين على المستوى الاقليمي والدولي جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بفندق الفور سيزن خليج البحرين بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من كبار المسؤولين معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الامارات العربية المتحدة للشؤون المالية ومعالي المهدس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد من كبار المشاركين في النسخة الثانية من منتدى بوابة الخليج 2024 الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية سموه وبتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية والذي افتتحه نيابة عن سموه معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حيث أشار سموه إلى أهمية الفعاليات التي تعزز الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم على صعيد التنمية الاقتصادية والاستثمار والتي تتوافق مع الرؤى الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس كما أكد سموه حرصة مملكة البحرين على تحقيق المحددات التنموية وتشجيع الإبداع والابتكار بما يعزز تنافسية المملكة وقدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة لافتن الاهتمام مملكة البحرين بتنوع قاعدة اقتصادها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الدول التي تشاركها الأهداف والتطلعات التنموية انطلاقا من أن التعاون الدولي يعد المسار الأمثل لتحقيق النجاحات المشتركة والتعامل الفعال مع التحديات وأكد سموه أهمية منتدى بوابة الخليج 2024 باعتباره إحدى المنصات الحيوية لاستكشاف فرص الاستثمار في مملكة البحرين ومنطقة الخليج التي تشهد تطورا غير مسبوك وتعد واحدة من قصص النجاح في مجال التعاون الدولي وتمنيا للمشاركين في المنتدى التوفيق وتحقيق الأهداف المرجوة التي تدعم استدامة التنمية في المنطقة من جهتهم عبر المشاركون في منتدى بوابة الخليج 2024 عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمنتدى مؤكدين أن اهتمام مملكة البحرين بدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة عزز من مكانتها كبوابة للاستثمار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر